اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القرآن دراسة وتحليل اتهرينا الاعجاز العلمي في القرآن هارونا موضة كده جاية يمكن بقى لها خمسين سنة حاجة كده الاعجاز العلمي في القرآن السؤال هل لما محمد قال الكلام اللي موجود في القرآن ده كان بيقصد بيه اعجاز علمي طيب سؤال تاني هل المفسرين لما والصحابة والناس القدماء دولة كلهم لما كانوا بيقروا القرآن كانوا بيفكروا فيه في اعجاز علمي طبعا يعني هنشوف دلوقتي مش هرد عليكم في الجزئية دي السؤال ليه اتجه المسلمين لفكرة الاعجاز العلمي في القرآن سؤال وعليه علامة استفهام كبيرة النهاردة هنشوف بين قسين الاعجاز العلمي في القرآن بخصوص الجملة القرآنية اللي بتقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان في سورة الرحمن النهاردة هنشوف الاية دي والناس ادعوا الاعجازي ازاي ويعني هنفصصها ان شاء الله النهاردة بس خلينا نشوف الفيديو رقم واحد حينما صعد الإنسان إلى الفضاء الخارجي وصوروا الأرض في خط بين كل بحرين خط وليس خطا الحقيقة تباير لونين البحر الأحمر بباب المندب في خط البحر الأحمر بالقناة في خط البحر الأبيض بمنذيق جبل طارق في خط بالبوسفور في خط الأسود والأبيض والأحمر والعربي والأطلسي والمحيط الهادي بين كل بحرين في خط هو الخط تباير لونين أحد كبار علماء البحار ألماني درس الظاهرة عشر سنوات هذه مرة جاء بكمية كبيرة من قصاصات الورق وضع بباب المندب لم تنتقل إلى البحر العربي إطلاقا كأنه في جدار صور عند هذا اللقاء من قاع البحر الصورة عندي جدار ما هذا الجدار؟ هذا الجدار يؤكد أن مياه البحر الأحمر لا يمكن أن تختلط بمياه البحر العربي ومياه البحر الأحمر لا يمكن أن تختلط بمياه المتوسط والمتوسط لا يختلط بالأطلس الآية مرجى البحرين بحر وأمواج وحرك ذائبة مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الآية حيرت عقول العلماء سابقة الآن كشفت كشفت أن كل بحر له مكونات له ملوحة له كسافة له درجة حرارة كل خصائص البحار تتميز بها ولا يمكن أن تنتقل مياه بحر إلى بحر آخر أحياناً في عنا شيء آخر هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بين البحرين برزخاً وحجراً محجوراً كأنه في جدار بين المياه المالحة والمياه العذبة فهذا من إعجاز القرآن الكريم مرجى البحرين يلتقيان مرجى البحرين يلتقيان أهلاً بيك يا أخي مالك أهلاً بيك أخي فرحة أنت ما تعطينا بهذا الفيديو يعني فيديو روعة من الآخر يعني صحيح الواحد قرب يرجع للإسلام تاني طبعاً إذا سمحت لنفسي أن يعلق تعليق صغير على الفيديو طبعاً بتلاحظ أن الفيديو يلقى الكلام على عواهينه طبعاً يعني قال لدينا باحث ألماني عمل على الموضوع لمدة عشر سنوات من هو هذا الباحث الألماني متى عاملة يعني من أين بدأ وأين هذا البحث وعشر سنوات هذا ليس بالعمل القليل وأطرف تجرب أنه قال عندما أتى بمئات أو آلاف القصصات للورق ورماها في أحد البحار ولم تنتقل إلى البحر الآخر فالكلام يطلق بكل بساطة بدون أي مصدر بدون أي إشارة بدون أي حالة ولو حتى إلى خبر في جريد ما فهذا ما يتميز به أحياناً هذا الدعاية هذا عمل دعائي هذا ليس يعني لا يمت ولا حتى للمصدقية حتى ولا حتى للمصدقية الصحفية لو أن الشخص الصحفي نشر كلاماً في الصحيفة عليه أن يشير إلى مصدري فما بالك شخص يدعي عن أبحاث علمية يسترقت العمل به لمدة عشر سنوات أنا برضو استوقفني الأمر ده يعني أنا يعني لو جبت شوي خلينا يا عم في ترعة وحطينا وترعة وتنزل على البحر أو البحر بينزل على الترعة وحطيت أي حاجة بلاقي أنا شاهد من نفسي شفت جثة بتنتقل من بلدنا في مصر في ترعة موصلة للبحر بتاع إسكندرية أنا شفت بنفسي الشخص غرق في الترعة نزل في الترعة غرق انتقل للبحر مش قصصات وراء بقى ده بقى ده شخص ده حاجة كبيرة يعني بنفسي شفتها بعيني شفت هذا الغريق اللي غرق نحية بيتنا ورحت في إسكندرية عرفت ان نفس الشخص ده وطلعوه من البحر بحر إسكندرية فيعني أنا عارف يا أخي مالك المشكلة في أنه اللي بيزعلني اللي بيزعلني بجد أنه ليه بتعتبروا أن المسلمين مش بيفكروا ليه الناس اللي بيتكلموا دولا يعني بيهينوا المسلمين بالكلام ده طيب أخي مالك خلينا نبتدي من الموضوع من الأول أوكي صحيح فممكن قبل أن نشير مرة نرجع تقني للجانب العلمي من هذا الموضوع بالزبط نبتدي من حيث بالزبط يعني دلوقتي هل يعني لما الآيات دي تقالت كان كان مقصود بيها نمر واحد كان مقصود بيها أنه يقول فيه عجاز علمي؟ في الحقيقة لما نرى المفسرين ممكن نقول أنه لدينا مدرستين أيضا مدرستين أيضا في التفسير المدرسة السنية ولدينا أيضا المدرسة الشيائية نحن دائما لدينا هذه الأشكالية في القرآن غالبا غالبا ما نجد أن في التفسير لدينا إتيجهات مختلفة من ضمنها مدرسة أساسية هي المدرسة السنية والمدرسة الشيائية إذا بDownدانب المدرسة السنية أو اتجاه السني الساد يقول أني مرج بمعنى الآية الموجودة معنا أني مرج البحرين يلتقيان يقول أني بمعنى كلمة مرجة هو بمعنى أني دعاها أو خلها أو أرسلها أني مرج بمعنى يلتقيان وبهذا بمعنى مرج البحرين بمعنى أرسل البحرين يلتقيان بمعنى عبارة مرج البحرين يلتقيان تفسير مرجة بمعنى أرسل أو خلها أو خلطة لا هي يقول أني أرسل أو خلّة خلّة بمعنى الدفع أو سمتها بالمعنى باللغة العربية فإذا مراج البحرين يلتقيان بمعنى يبدو الحديث عن الله يعني الله أرسل البحرين يلتقيان مراج البحرين يلتقيان هو إشارة إلى فعل فعل متعد إلى فعل مراج البحرين يلتقيان طيب ولكن السؤال يبقى مطروحا رغمني يعني ما هي أو ما هو هذان البحرين بالزبط البحرين إذا مروحنا هنا على المفسرين حسب المفسرين حسب السنة طبعا هذا اتجاه السنة وطبعا بعض الأمور مشتركة بين السنة والشعاء قد نجد هذا الرأي أيضا موجود عند الشعاء بس خلينا نركز على السنة الأول ماذا يقول هؤلاء المفسرون يقول على سبيل مراج البحرين يلتقيان ما هو البحرين مراج البحرين يلتقيان في تفسير طبري نقرة قال بحر في السماء والأرض يلتقيان في كل عام أني عند الرؤية التي موجودة عند بعض المفسرين السنة أني يوجد بحر في الأرض وبحر في السماء الله يرتب عملية التقاء هذان البحرين نحن لا نعرف عموما ما القصد من هذه العملية المفسرون لم يشرحوا ما الغاية من وجود بحر في الأرض وبحر في السماء حتى يلتقي مرة في كل عام طب ممكن أقول كلمة صغيرة يعني هي جات في ذهني مش للأضحوك أصدقني يعني فاكر فيروز لما قال شايف البحر شو كبير ممكن يكون المفسر بتهيأ له من كتر ما نظر للبحر شو كبير في الآخر في الآخر فبتهيأ له أنه كده التقى بالسماء ممكن طبعا وخبالك على نهاية بصره أنه التقى بالسماء في النهاية فبيقول بحر التقى في السماء وبحر في الأرض نعم يعني أنا بكل الأحوال يعني هذا التفسير وليه مشارحه منطقي الإنسان القديم ينظر إلى الواقع يعني مثل ما تفضلتي وقلت أنه يوجد بحر ما في نهاية البحر بالنسبة للمشاهد هو يجد أن البحر فعلا في نهايته يلتقي في السماء فهو قدم تفسير قائم على رؤية بسيطة رؤية سازجة للأشياء فإذا كان التفسير لقدمه طبري هو التفسير المقبول أنا زاك لدى المفسرين المسلمين فهذا يدد إذا كان مقبولا نحن لا نعرف إلى أي حد كان يأخذ به الأوائد أنه في بحر في السماء وبحر في الأرض بيلتق إذا كان هذا التفسير مقبولا لدى الأوائل فهذا يدل على أن النص القرآني يعكس تصورات بداية يعكس تصورات العلم الموجود أنا زاك في الجزيرة العربية كان الناس ينظرون إلى الأشياء بطريقة ظاهرية ويقدمون تفسير مناسب إلى المسألة الظاهرة هنا أن القرآن يتعاطى مع الظاهرة على ما يبدو مجهولة بالنسبة لها ويقدمنا قراءة أسطورية هذا العالم يعني هذا العالم القديم هذه الأشياء نحن لا نجد هذه فقط موجودة في القرآن يمكن في كل الثقافات في ذلك العصر لدينا قراءات للواقع والطبيعة قايمة على أساس أن يوجد أرض فيها بحر ويوجد في السماء بحر ممكن على حسن ما هم ما شافوا نعم مفسرون آخرون طبعا يوجد كالطرحات متعددة آخرون نختلفوا ما هو البحر قال بعضهم ربما كان بحر فارس وبحر الروم وفي الحقيقة أنا لم أجد ما هو الرابط بين بحر فارس وبحر الروم فإذا بحر فارس كان يقصد به الخليج العربي حاليا أنه الخليج العربي يبدو في الماضي كان يسمى الخليج الفارسي ولا اليوم إذا كان يقصد بحر فارس وبحر الروم البحر المتوسط فلا أعرف ما هو الرابط أن العلاقة بين هذين المهمة بحرين وخلاص الحقيقة الطبري لديه رأي حاسم يقول بعد أن يصطر جملة من الأقوال يقول الطبري يصطر جملة من الأقوال وتفسيره وأولى الأقوال لاحظي هذا استعراض ووستنتج وأولى الأقوال وفي ذلك عندي بالصواب قوله من قال عني بي بحر السماء وبحر الأرض لعظي هو الطبري وواضح أني نستطيع أن نقول أني هذه الرؤية السيدة يقول الطبري وأولى الأقوال من قال عني بي بحر السماء وبحر الأرض هو هذا ما يعتقد أني في بحر في السماء وبحر في الأرض وذلك عن الله قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هو يفسر بما أن الحديث تحدث عن خروج اللؤلؤ والمرجان من هذين البحرين واللؤلؤ والمرجان يخرجوا إنما يخرجوا من أصداف بحر الأرض عن قطر السماء فمعلومة أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء لحظي هذه القراءة يعني معلش فيه حتة كده أنا مش فاهم مش فاهمها يعني البحر في السماء دهوت بينزل الماء المطرة المطرة في الأرض البحر اللي في الأرض فبيتكون اللؤلؤ والمرجان طبعا هذا النقطة فعلا فيه تفكير أسطوري موجود أن الأصداف الموجودة في البحر وهي الأصداف اللي فيها اللؤلؤ هذا اللؤلؤ كان في الأصل ماء في السماء كان ماء في السماء عندما طبعا شاهدوا الأوائل استخرجوا اللؤلؤ ولاحظوا حالان يقدموا تفسيرا اللؤلؤ جميل يبقى جاي من السماء من المؤكد أنه ليس هذا فقط رأي القدماء المسلمين ولكن رأيه ربما قدماء أكثر من الشعب بالزبط يعني هؤلاء الناس لا يعرفون كيف تشكلوا اللؤلؤ في دخل صدفي في عمق البحر طبعا فقدموا أنها دموع آلهة أنها من السماء مطر السماء القطر اللي جاي من السماء يعني لابد أن كل ثقافة قدمت تفسيرا أسطوريا لبعض لبعض الظاهر الطبيعية يبقى إذن يعني المفسرين شافوا مرجى البحرين يلتقيان قالوا البحرين دولا في ناس قالوا بحر السماء وبحر الأرض نعم وهو مرجح مرجح وربما آخرين طبعا قالني فيه بحر فوق وبحر فيه بحر تحت وبيلتقيان فيه حد تاني قال بحر فرس وبحر رو نعم طيب لو فيه حاجة عايزة تضفف نقطة هذا هو يعني هذا هو التفسير قائم على الظاهرة يشاد بالعين بالنسبة للمسلم المفسر القديم طب بينهما برزخ لا يبغيان في الحقيقة أشكالية البرزخ كمان نقطة حتى لما نروحوا للغة العربية لنجد ما معنى كلمة برزخ برزخ فمنكتشف أن البرزخ إلى مجموعة من التعريف اللغوية أن البرزخ الحاجز بين الشيئين هذا أول قول فإذا بحرين بينهم برزخ الحاجز بين الشيئين النقطة الثانية الملفتة للنظار أن البرزخ هو يسمى أن الفترة ما معينة الشخص لما يموت ينتقل إلى مرحلة تسمى البرزخ ثم إلى الحياة الآخرة بمعنى البرزخ المرحلة ما بين الموت والبعث للإنسان هذا في التفكير في اللغة العربية والبرزخ يقول أن البعض يقول أنه قطة أرض بين أرضين على سبيل المثال قناة السويس في النص كده في برزخ نعم هذه يمكن أن نسميها برزخ ولكن السؤال عندما يقول بينما بين البحرين برزخ لا يبغي وكأن النص يقول أن هذان البحرين يوجد بينهم حاجز لا يمر أحدهم هذا ما يجيش على هذا ولا هذا يجي على هذا نعم فتلاحظي أن لما تنتقل إلى جزء الثاني الأمور تزيد تعقيدا لفهم الآية إزاي طيب إذا قلنا أن هذه البحرين بينهما برزخ لا يبغيان ماذا يقول بينهما برزخ لا يبغيان قالوا أحد مفسرين البرزخ الذي بينهما الأرض التي بينهما أن وجود أرض بين هذين البحرين مثل قناة السويس هي التي تحجز هذين البحرين طيب وهذا طبيعي طيب آخرون لحظي الناس التفسير الطريف وقال آخرون بل معنى ذلك لا يبغيان على الناس يعني البحار الحاجز ليوجد حواجز لا تبغي على الناس بس في طفان بيحصل فإيمكن يكون قصد الواضح في حال إذا أخذنا هذا التفسير إذا كان قصد لا يبغيان وكان لا يبغيان على الناس فالأرجح أن المقصود في أن الماء لا تصل إلى الناس الأقل لو في طفان ولكن في حدود في فيضانات أصد الفيضان الفيضان دي ما عملنا السد العالي في مصر صحيح ولكن ممكن يعني يقول الناس المفسرين لا صحيح يوجد طفان وصحيح أن البحار أو الأنهر قد تبغي على الناس ولكن في حدود يعني بالأخير في حدود لدرجة الطغيان طبعا الطبريب يسترد لا يقتل عن أربع وجهة نظر لا يقتل عن أربع الصواب عندي أن يقول أن الله وصف البحرين اللذين يذكرهما في هذه الآية أنهما لا يبغيان ولم يخصص وصفهما بذلك في شيء دون شيء بل عمى الخبر عنهما بذلك بل صواب أن يعموا كما عمى يعني يقول أني أني ممكن نفسر على أي معنى بمعنى اللا يبغيان ممكن أن تفسر على أي معنى يعني هو ما أخد موقف هو الفشل في أخد موقف والعايزنا نحن لنأخذ الموقف نعم طبعا هو بشه اللي بيفصل بشه اللي بيقول بينما حتى نكون موصفين بينما نجد تفسيرا أيضا بدأيا لدى الزمخشري وربما كان هذا الأساس الذي ينطلق منه فكرة التفسير الأعجاز العلمية يعني بمعنى هوهم التفسير العلمي في عنا تفسير بقدمه الزمخشري وربما المسلمون المعاصرون معلش عشان بس الطبري موصلناش لأي حاج أبدا فإنما الزمخشري عنده تفسير هذا التفسير أعتقد أن المسلمين المعاصرين أخذوه وحالوا فيه قراءة علمية ماذا يقول الزمخشري مرج البحرين أرسل البحر المالح والبحر العزب هو يقول أنه يوجد بحر مالح وبحر العزب متجاورين متلاقيين لا فصل بين المائين في مرأة العين بينهما برزخهم حاجزهم من قدرة الله لا يبغيان لا يتجاوزان حدهما ولا يبغي أحدهما على الآخر بالمماذجة يعني يوجد تفسير أورده الزمخشري يمكن من أكثر من ألف عام يقول أنه يوجد بحرين واحد مالح واحد عزب وكل واحد يحتفظ بملوحده هذا التفسير وعلى هذا الأساس قال حاليا المسلمون حديثا أنه أنظروا هذا هو الأجاز العلمي أن الكلام يتحدث عن أنه لكل بحر له خصائص وأنه يوجد حاجز يعني إذا مخشري بيقول الكلام اللي هما بيقولوا دلوقت أنه فيه حاجز غير مرئي ولكن مع ذلك يعني السؤال يطرح لأكثر من المستوى أول شيء الكلام يتحدث عن بحر مالح وبحر عزب في أي بحر حلوة النقطة دي نعم بحر عزب وبحر مالح فأي بحر حاليا موجود بحر مالح أو بحر عزب لا يوجد أبدا يوجد بحر مثلا مثل البحر الميت شديد الملوح ولكن لا يوجد بحر بدون ملح هذا أولا كلام غير علمي إذا قال أحدهم طب لا القصد أن البحر هو المالح والنهر هو البحر وعزب ولكن النهر لما يصب في البحر ماذا يحدث يوجد اختلاط لا يوجد حاجز يعني حتى لو قبلنا أن البحر يقصد بها نهر أنت عارف مالك أنا دخلت في المعاجم دخلت في المعاجم علشان يشوف البحر لقيتهم هما اللي ملخبطين في الموضوع ده قال لك كل بحر هو مالح نعم كل بحر هو مالح وليس العزب بس في ناس تانيين قالوا كل ما هو بحر سواء البحر هو العزب والمالح فإذا التفسير حتى لو هذا التفسير كان صحيح يوجد فيه إشكالية لأنه لا يوجد بحر عزب وأذا افترضنا أن النهر هو يعني العزب يقصد به البحر فهو يمتزج بسهولة بسهولة جدا يبقى مش النقطة هو بحر ولا نهر نعم ولكن المؤكد أن الكلام اللي تبناه تطبري على بحر السماء والبحر الأرض أكيد كانت لقاية تقصد رسم الصورة لما تره العين فقط تفسير ولكن هذا هو الأساس الذي استند إليه المعاصرون ليقولوا أنه يوجد عجزة رغم يعني مثل ما شفنا بالبرنامج هو لم يقدم أي دراسة لم يشر إلى أي عالم لم يذكر أي اسم المعنى غير فقط كلام بكلام طب ياريت أخي مالك نشوف القراءة الشعية القراءة الشعية طبعا بعض من الشيع يمكن أن يقبلوا في هذا الكلام ولكن ماذا يعني كلاما بخصوص البحر وما شبه ولكن عندنا إضافة جميل بين قوساني الجميلة قالوا لا فتل الغزا يقرؤون البحر يعني عندنا قراءة من خلال نظرة إلى ما يسمى أهل البيت كيف أهل البيت حولوها على طول على أهل البيت نعم ماذا نقرأ عنا في كتاب الصلة بين تصوف والتشيع والشايبي وذلك يتحدث عن بعض الظواهر ويتحدث عن بعض الظواهر التي يقرأ بها الشيعة القرآن بطريقة خاصة بهم وذلك يذكرنا بما حاوله الشيعة من استغلال كل المناسبات القرآنية التي يمكن استغلالها لصالح عقيدتهم كالذي يرويه طبارسي في تأويل مرج البحرين ماذا يقول طبارسي عندما يتناول مرج البحرين رواية سلمان الفارسي والسعد بن جبير وسوفين السوري إن البحرين علي وفاطمة إن البحرين علي وفاطمة البرزخ ومحمد يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فعلا نرى هذا الشاهد بتفسير طبري طبعا تفسير طبري طبعا تفسير طبري مجمع البيان على الآية يقوم نفس الكلام وقد روي عن سلمان الفارسي وسعيد ابن جبير وسوفين السوري أن البحرين علي وفاطمة بينهما برزخ محمد يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين يعني محمد هو البرزخ طبعا ولا غروة أن يكون بحرين لساعة فضلهما لماذا هما بحرين لأنه فضل كثير وكسرت خيرهما فأن البحر إنما يسمى بحران لساعتي وقد قال النبي لفرس ركبه وأجراه فأحمد وجدته بحران أي كثير المعانين حميدان يعني الشيعة بيقولوا أن البحرين هما علي وفاطمة والبرزخ هو محمد والحسن والحسين هذا اتجاه يعني موجود بقوة طب فيه اتجاه تاني؟ نعم هذا اتجاه موجود بقوة لكن حتى كنا نقول أنه حتى نكون موصفين ولكن ليس هذا فقط رأيا وحيدة عندما ننزل إلى المصادر الشيعية نجد أيضا أعراء مختلفة لذلك ولكن هذا رأيي قابل جدا مساء سبيل المثال قراءة شعية للآخر هذا الكلام موجود في مقتنعية الدرار في تفسير مقتنعية الدرار وقيل الدنيا والآخرة البحرين الدنيا والآخرة والبرزخ القبر شوفوا لحظي نعم فيه نوع من المنطق نسبة لها وقيل هما الدنيا والآخرة والبرزخ القبر هذا مقول أولى وقيل الحياة والممات والأجل البرزخ مقول الثاني مقولة وقال بعض أهل التويل الخوف والرجاء هذا مقول الثالث وقال بعض أهل التويل الخوف والرجاء ويخرج منهما الورع والتقوى وقال أبن عطاء أربع بين العبد وربي بحراني عميقان أحداهما بحر نجات وهو الدين والقرآن وبحر الهلاك وهو الدنيا ومنع تصمى بحبل الله نجا ومن نركن إلى الدنيا أنا أحط تحتها كده تأملات تأملات شعية في البحر في البحرين واللي بيخرج منهم اللقلق المرجان طيب أخي مالك إحنا شوفنا قد إيه السنة محترين فيها في الآية دي والشيعة برضه قالوا تأملاتهم فيها وناس تانين طلعوا بره الموضوع خالص وبتدوا يجيبوا الإعجاز العالمي إيه رأيك في الكلام ده طيب في الحقيقة إذا نحن نتذكر الفيديو اللي شفنا في بداية الحلقة اللي أنت أرطي علينا منلاحظ أني هو بيصور فعلا في أكتر من الصورة يوجد بحرين متجاورين أو مسطحين مائين متجاورين زو لونين في الحقيقة هذا كلام غير مزيف هذا كلام حقيقي يعني يوجد ظواهر عندما نذهب نحن نشوفها يعنينا كمان ولكن هذه الظاهرة عندما لدينا مسطحين مائين متجاورين وكل واحد له لون مختلف وكان يوجد حاجز هذه الظاهرة العلمية بإمكان الأخ المشاهدية يروع على الإنترنت ويكتب هالكلمة بالإنجليزية يكتبها ويشوف إيش في الصور راح يتفاجأ بعشرات الصور هذه الظاهرة العلمية ما هي هذه الظاهرة العلمية هذه الظاهرة العلمية مبدأة بسيط جدا أنه في كل منطقة في كل بحر له عشاب الخاص وتحالب فالمسطح المائي في هذه المنطقة يعكس اللون الداخلي بغماء فنسبة الكسافة العشاب الأعشاب والطحالب هذه موجودة هذه لما ورؤوا الرمال موجودة طبعا فهذه الظاهرة الموجودة في قار البحر أو قار المسطح المائي بتعطي هذه الظاهرة فأنا خلينا رح نشوف فيديو مدته دقيقة معلش خلينا نتظهر الصور قبل ما نختم ولو كانت أخرنا الدقيقة على البرنامج يقول في الحقيقة هذا الشكل عني أعزائي المشاهدين أديكم شفت الفيديو روحوا أي بحر أي بحر في أي الدنيا في اسكندرية في دبي في المغرب في أي حتة بصوا هتلاقيوا حتة غمأة وحتة مش غمأة ده لو روحتوا شوية هتلاقي مثلا لون الرملة في حجرة هناك في أي حاجة هتعرفوا أن السبب اللون ده مختلف عن اللون ده مش عشان أي حاجة غير طحالب موجودة في قذرات في الأرض الرملة سودة الحاجات دي عشان بس تعرفوا أن الناس بيتحكوا عليكم في موضوع الإعجاز العلمي لمرج البحرين لا قالوا اسم الباحث ولا قالوا أي حاجة في أي حاجة بس دايما يرملكم المعلومة عشان أنتم تبلعوها وأديكم شفت المفسرين قالوا إيه أشكركم وأشكرك أخي مالك ونشوفكم في الحلقة القادمة من القرآن دراسة وتحليل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر